لا تكف المقاومة عن رصد حدود مديرية المضاربة والصبيحة فالتحركات على الأرض يتطلب مسحا شاملا لمسرح العمليات حيث ينشط العمل على حدود هذه المديريتين المتداخلة مع مديرية الوازعية ادخر هؤلاء المقاتلون سلاحهم القديم لهذه اللحظة وما أن تبادر إلى أذهانهم أن الميليشيا تحاول اختراق مديريتهم استعدوا لخوض المعركة مع العناصر القادمة إلى أراضيهم فالصبيحة كما يقولون لن تكون سهلة كغيرها من المديريات فهم حتى في هذه الظروف التي لم يحصلوا فيها على أبسط الدعم يواصلون الدفاع عن المديرية بأبسط الأسلحة الشخصية نحن الآن متواجدين لسد القوات الحوثية والمخلع صالح لمنها أي توقع قد يحصل في منطقة المصرح التابع لمنطقة المضاربة وهذا التواجد هذا موجود على مدار الساعة من قبل المواطنين ونعمل ليلة نهارا بدون أي مقابل فلا يستودع الرجل سلاحه إلا لمثل هذه الظروف الاستثنائية ومقيمة السلاح إن لم يستخدم للدفاع عن الأرض واستعادة الحقوق المنهوبة كما يفعل مقاتل والمقاومة والجيش الوطني في هذه الجبهات إلى محيط الجبال راسن والضعيف وجرداد في أقصى نقطة جنوبية لمحافظة تعز وصلت ميليشيا الحوث وقوات الرئيس المخلوع بعد أن سيطرت على مركز مديرية الوازعية وحاولت التقدم في اتجاه مديرية الصبيحة والمضاربة حيث تدور المعارك في محيط هذه الجبال التي فشلت الميليشيا أكثر من مرة في الوصول إليها أو اختراقها لا أفق إذن لاستمرار الميليشيا في هذه السهول حيث يغضو كل شيء هنا رافضا لتواجدها أو تقبلها ولو لمجرد المرور عبر هذه الأرض نحو المحافظات الجنوبية